مرحباً بالجميع لدي خبر حزين اليوم لقد توفيت أسطور أفلام فلون الكتال تشنك بي بي عن عمر يناهي الزمنشي بنشين آمن أعلنت عائلتها يوم الجمعة أنها رحلت بسلام في منزلها يوم السبت عشر يوليو محاطة بأحبائها كانت تكافح مرضاً تنكسياً عصبياً مشابهاً لمرض باركنسون تم تشخيصه في عام 2009 Break Time 0.100 وولدت تشن في شنكهاي عام 2006 وانتقلت إلى هونغ كونغ في الستينيات وبدأت العمل مع استوديو شو أشو براثرز اشتهر هذا الاستوديو بجلب أفلام الكونغ فويل كونغ إلى الجماهير في كل مكان Break Time بس كومفان لفتت تشنك بي بي الأنظار عام 2015 بدورها في فيلم تعال واشرب معي يعد هذا الفيلم من كلاسيكيات أفلام واشية وهي نوع من أفلام قتال السيوف التي تتبع مغامرات أساتذة فنون القتال في الصين القديمة خلال العصر الذهبي لسينما فنون القتال في هونغ كونغ أصبحت تشنك اسما مألوفا Break Time 0.100 ولكن في عام 2000 اكتسبت شهرة عالمية عندما اختارها المخرج أنجلي لدور جايد فوكس في فيلم النمر الرابض التنين الخفي الذي نال استحسان النقاد كان ظهورها الأخير في فيلم مولان من إنتاج ديزني عام 2020 كتبت عهاية خاهم كتبت عائلتها على صفحتها الرسمية على فيسبوك أرادت والدتنا أن تذكر كأسطورة فنون القتال ممثلة متعددة المواهب امتدت مسيرتها الفنية لستة عقود عبرت ميشيل يوهو التي شاركت تشنك بطولة فيلم النمر الرابض التنين الخفي عن تعازيها القلبية لعائلة تشنك وأصدقائها ومعجبيها وكتبت على إنستجرام سنفتقد لطفك وموهبتك الاستثنائية لقد فقد العالم أسطورة حقيقية من أساطير فنون القتال ارقدي بسلام يا تشنك بي بي شكراً للمشاهدة لا تنسوا الاعجاب والمشاركة والاشتراك لمزيد من التحديثات عن نجوم فنون القتال المفضلين لديكم كونوا أقوية جميعاً شكراً للمشاهدة